نروح سريعا للأخبار اللي معنا النهاردة في النادي الأهلي في صورة وخبر نبدأ دوت طبعا أخبارنا مع كابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب بنقوله حمد الله على السلامة رجع لأرض الوطن بالسلامة رئيس النادي الأهلي الحقيقة استقبل النهاردة بالنادي الأهلي بالجزيرة الكابتن حمادة شربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم الكابتن الخطيب في الاستقبال رحب طبعا برئيس منطقة القاهرة لكرة القدم وأكد على استمرار النادي في التعاون مع المنطقة انطلاقا من دور النادي الأهلي الرائد في خدمة الكرة المصرية كمان المهم جدا أنه عبر الكابتن حمادة الشربيني عن ساعته طبعا الكبيرة بحفاوة الاستقبال من جانب الكابتن محمود الخطيب وأكد أن الهدف الأساسي من الزيارة كان الاتمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب وأشار أنه كان حريص جدا على تقديم التهنية للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على النجاحات الكبيرة لحقاها النادي في كافة القطعات النقطة دي مهمة جدا الحقيقة علشان الناس ممكن ما يكونش شايفان النادي الأهلي أكيد على مستوى المنتخبات كل منتخبات ناشئين شباب أولومبي أول نادي الأهلي هو الدعم الأكبر في هذه المنتخبات لكن كمان على مستوى الكرة المصرية على مستوى القطعات يعني النهاردة منطقة القاهرة بيجي بيقدم طبعا الشكر الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي لأنه بيوفروا الحقيقة العديد من الخدمات يعني ملاعب النادي الأهلي كانت تحت أمر منطقة القاهرة في استضافة بعض المباريات كان كمان النادي الأهلي يعني المنطقة بتشارك في بطولة العواصم اللي تقام في اليابان كان الاعتماد الكامل على لعب النادي الأهلي الأمر طبعا ده مهم جدا جدا على الجانب من جهة الجانب الياباني نظر لمشاركة النادي طبعا المميزة في كاس العالم للأندية وبالتالي لما المنطقة بيكون معظم لعبتها من النادي الأهلي ده بيسمع هناك في اليابان آه النادي الأهلي هناك في اليابان خلاص عنده يعني علامة مميزة جدا طبعا فده كان دور مهم جدا جدا بيبان من خلال زيارة رئيس منطقة القاهرة وشكره للنادي الأهلي اللي بيقدم الحياة خدمات كمان على مستوى قطاعات الناشئين مش قطاع الناشئين للنادي الأهلي لكن على مستوى الجمهورية وهو ده الدور النادي الأهلي وهو ده الحياة النادي الأهلي في اختيام الزيارة يمكن قدم رئيس النادي درع وعالم النادي الأهلي لرئيس منطقة القاهرة اللي كمان بدوره أدم درع خاص للكابتن محمود الخطيب ويأكد على تأديره الكامل للروابط الوثيقة ما بين النادي الأهلي ومنطقة القاهرة وما يقدمه زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي من خدمات عديدة وإتاحة ملاعب لاستضافة بطولات منطقة القاهرة ومختلف المناطق الحية